السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعادنا مع الحلقة الاثناشر من مسلسل بتلوها الرؤى عم سالم بتاع محل العطارة كان قاعد والحصار وراه من كل حتة في الوقت ده دخلت روح ولقيت هلدة في نفس المعاد بتاع كل اسبوع فرحت جدا ده هي لقتها وقالت لها ان الاوضاع دلوقتي صعبة جدا في الهروب لكن وعدتها ان فجر بعد بكرة هتهربها وسلموا على بعض روح جاية ترجع البيت لقيت برة الشرطة النسائية قاعدين يقفشوا في الستات روح استخبت شوية لغاية ما يخلصوا ويمشوا اما سيف فكان قاعد مع الكوافيرة طلب منها ان هو يلعب بالفنجين حطت الكرسي ووقف عشان يجيبهم وقع على راسه الكوافيرة شافته لقيت ان ما فيش نزيف اتطمنت وثابته اما لين ده فكانت بيجاهز شنطتها عشان ماشية من الرقة لان هيقوم فيها الحرب وقالت لعمر مش هتيجي معانا ده كل القادو سابوا الرقة قال لها القادة تلعوا برا الرقة ويرتبوا اوراقهم وما ينفعش اسيب الرقة وامشي كده هتحصل هزيمة وقال لها روح انت وقريب ان شاء الله عجيلت سألته عن روح قال لها الحمد الله كويسة قالت له هي هربت والله حصل لها حاجة قال لها التقارير الامنية بتقول ان هي موجودة داخل الرقة وهي بخير روح رجعت البيت دخلت على سيف لقيته قال بعينه ومش في الوضع الطبيعي سألت الكوافيرة قالت لها هو وقع ولا حاجة على راسه قالت لها وقع بس ما فيش نزيف خدته بسرعة وتلعد تجري على المستشفى والكوافيرة قالت لها استني حاجة معاك روح تلعد تجري زي المجنونة ووقف التاكسي التاكسي قال لها ما قدرت شغدك لان معكيش محرم قعدت تتحيل عليه قال لها حيب اهدلوني انا عندي ولاد عايزة ربيهم لغاية ما الكوافيرة جات وركبت معاها ووافق لهو يوصلهم المستشفى اما القوات في الرقة بتفتش كل الناس وتفتش كل العربيات اللي مشها وروح كانت رجبة العربية ووقفة صف طويل ولقيت ان الوقت بيمر ومستعجلة هي على المستشفى رحت نزلها ومشت على رجلها لغاية مواصلة المستشفى اول ما دخلت المستشفى سألت على الدكتورة اللي كانت معاها اول مرة وفعلا عطت لها العلاج وعطته لسيف قالت لها ما تقلقش عليه شوية ويبقى كويس وكمان هنعمله اشاعة على راسه علشان نتطمن عليه وبعد ثمان ساعات هنددله جرعة تانية وعمر كان قاعد في البيت بعد مراته ما مشيت جاله تليفون من ام جهات قالت لها انا سمعت اللي انت بتجمعي الستات قالت له جمعت اكتر من خمسين واحدة دولت زوجات الخوانة طبعا حيغدقوهم يوقفوهم دروع بشرية قالت له بس انا كنت عايزك في حاجة اهم من كده قالت له شهور العدة خلست قال لها مش وقت والكلام ده ازاي حتجوزك واحنا في حالة حرب انا ممكن دلوقتي يجي لي صاروخ اشتركوا في القناة